استقبل دكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية ونوها وزير الخارجية خلال اللقاء إلى الاستعدادات الجارية للصدافة مصر للمنتدى الحضاري العالمي خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من شهر نوفمبر من عام 2024 مشيرا إلى أن الصدافة القاهر للفعاليات الأممية رفيعة المستوى تعكس الأولوية المتقدمة التي تليها مصر للتعاون متعدد الأطراف والفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المنظمات الأممية المختلفة وأشار الوزير عبدالعاطي إلى تقدير مصر للدور المهم الذي يطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الجهود التنموية للحكومة المصرية وعلى الصعيد الإقليمي أبرز وزير الخارجية التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه الإقليم مشيرا إلى الدور المحوري الذي تطلع به مصر لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية